السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوات اليوم هو المسجد الكبير اللي بناه في لفيجري معلول كنت ضد هذا بناء هذا رخط الجزائر كانت محتاجة إلى مستشفيات إلى جامعات إلى مخابر لكن لم يرى الوقت واحدة نهارة جهة نوت الدم شفت تما فيها تأمل كبير كي تشوف زمان داخل الزار من البابورد تفكرنا في الثمانينات وسبعينات كي كنا نروح للخارج كنجو جايا في البابورد اللي برتي والنابوليون أو البابورد تأتي بازا أو تاسيلي كنجو جايا في البابورد لبابورد 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 كي منهم قبلوا نتلقاهم بالجهة اللفجري نتلقاهم اللفجري لبابورد كأنوا هم التي لبابورد نتلقى الجزار العاصمة ما فيها تأمل كي بحثنا في التاريخ وعرفنا ناس كبار حكاونا أن مدينة الحراش لتاريخ تاريخ كبير وعظم وما تنمو مشو مدينة الحراش همشوها بزاف كانو يعطوها العريف غوش اسماوات اللي ما تديرش بدالو فيها السوق نتعلى المال ومبعد عشت حياة مريرة مع تاريخ الفرنسي اللي كان موجود في ذلك الوقت الحراش له تاريخ كبير نبحثه في التاريخ في 1930 فرنسا حاولت تدخل على الحراش ما خيرتش المنطقة الغربية اذا كيف يقوم محاولة تدخل فرنسا إلى العاصمة هذه المنطقة كان يسكن فيها الناس يعطوهم الله عرش العفية كان معروف في هذه المنطقة وكانوا يمتازوا بشيء الشاشة انتحهم كانوا يديروا فيها الشاشة كحل وأصفر فرنسا حاولت تدخل على الحراش القاتب مقاومة كبيرة من هذا وكانوا يمتازوا هذا الناس العفية كانوا تلموا الناس قويين وعندهم كلمة وعندهم رزانة وعندهم رجولة ما كانوا شي خلصوه كما نقولوا احنا يعني زانبو اللي كانت تفرضهم تركيا الجزائريين على هذه اللي خرجت الكلمة اللي يعيطوا لها الكلمة المشهورة في الجزائر انتعل بايلك دونك حطا في دماغ مليح هذه دونك المقاومة حصلت فيها في ثلاثين حاوسوا يدخلوا على مدينة الحراش لكن هذه المقاومة خلتهم يروحوا ويعودوا يرجعوا الواحيهم الأولو القاومة هما يدرسوا العادو يدرس يخمم الأولو القاومة الحل واحد هو المنطقة منطقة الغربية اللي موجودة في في سيدي فرج وستوالي ودخلوا مستوالي لكن الفرنسيين عرفوا باللي كان مشكل كبير اللي رح يسرع من عند الحراشيين والعوفية اللي كانت ساكنة في في المنطقة هذيك اللي موجود في هذوك المسجد الكبير هذيك الأرض انتحهم هذيك الأرض انتحهم تالعوفية دونك في في 1934 ما بين الستة وسبعة من شهر أفريل جات حملة فرنسية بعدد كبير من لزوفي سي 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 بريور القضاء الكبار وهما بنفسهم دونوا وكان الجنرال تحمش يقولهم يقولهم للقيته اطفال صغير قتلوه بارسكو هذك غدوة يحمل السلاح واللي عادوا لفرنسا للقيته مرأة صغيرة اللي قادرة تنجب هذيك رح تدير نبتة جديدة ودير بدرة جديدة اللي رح يكافحنا بليطار كافحنا بعد حين والصرع ما صرع لقد قاتلت فرنسا عدد كبير من العائلة العوفية اللي كانت قاطنة في المنطقة اللي كان فيها هذا المسجد الكبير ومبعد واشي ديرو الرصان تعدل صغار وترجال ألقوهم في للونسو في مطارق هكذا وحطوهم مع مدخل الحراش اللي قادوا محكمو محجزوهم كما نقول دي بريزوني سجناء الحرب ادوهم في الباخرة وارموهم في البحر باش ما يبقى احتى أثر ما من الموت انتحهم رموهم في البحر باش ما يقعد احتى أثر عليهم باش يمسحوا اللي تري بالعوفية وش كل يشارك معاهم مع العوفية جاو مولاد موسى اللي دوق نقولها سيدي موسى وجاو سناخرة اللي جاو يعاونوهم جاو عاونو هذا الاطلبي والا القبيلة العوفية منهم اللي سلك اللي راح جيت سور الغزلان اللي راح سيدي عيسى جميع العوفي عندو نورمال ملحق في هذه الأرض اللي موجودة في محمد اللي موجودة اللي موجودة اللي موجودة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة